حطم ترامب الرقم القياسي في الولايات المتحدة بجمعه لأكثر من خمسين مليون دولار في حفل لجمع التبرعات في ولايتي فلوريدا في بالمبيتش المتحدثة باسم الحملة دانيل الفاريز تفاخرت قائلة ثلاثة رؤساء ديمقراطيين لم يجمعوا سوى خمسة وعشرين مليون دولار في وقت جمع فيه رئيس واحد جمهوري أكثر من خمسين مليون دولار وهو دونالد ترامب الناس يريدون التغيير البلاد حقا في حالة سيئة وأصبحنا أضحكة أمام العالم لكن التغيير سيحدث بسرعة وسنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى الآن الانتخابات ستكون فيما يزيد قليلا عن ستة أشهر وستكون أهم انتخابات سنشهدها على الإطلاق طبعا هذا الرقم مشاهدينا يرشح انتخابات العام 2024 لتكون الاقتراع الرئاسي الأكثر كلفة في تاريخ الولايات المتحدة لكن لافت في حفلة جمع ترامب لهذا المبلغ ولهذه التبرعات ليس فقط هذا المبلغ الذي وصل إلى أكثر من خمسين مليون دولار بل من شارك فيها ومن نظمها أيضا الملياردير جون بولتسن أحد رجال الأعمال في قطاع العقارات كان أحد المنظمين للحفل وتربع بما يقارب المائة ألف دولار من بين الضيوف أيضا رجل الأعمال روبرت بيغلو من قطاع الضيافة والطيران وأيضا كذلك جون كاتسيما تيديس وهو مالك أكبر سلسلة متاجر هذا بالإضافة أيضا إلى منافسين سابقين لترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أبرزهم تيم سكوت وداغ بروغوم وهم من المؤيدين لترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الناس يريدون التغيير البلاد حقا في حالة سية وأصبحنا أضحكة أمام العالم لكن التغيير سيحدث بسرعة وسنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى الآن الانتخابات ستكون فيما يزيد قليلا عن ستة أشهر وستكون أهم انتخابات سنشهدها على الإطلاق